بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعادل كويس تعادل بعد العروض الاخيرة المهزوزة بالنسبة للنادي الالي انا شايف كده ان النادي الالي بنسبة خمسة وسبعين في المية في النهاية ان شاء الله اه النهاردة انا اه في شوية حاجات كده هنتكلم عليها اه بالنسبة اه للجلسة الاخيرة بتاعت الكابت الخطيب مع كولر اعتقد ان هي اسمرت والنهاردة جانا اسمرها طبعا اول هام اه البدء بريدة سليم واحمد عبقادر البدء باكرم توفيق اه مش فيناش النهاردة مودست فدي تعليمات واضحة وصريحة اتقالت لكولر اللي هو كان مصمم عليه وبعد اهتزاز النتائج اعتقد ان هو اه سمع الكلام لان لو كان بيكسب الفترة اللي فاتت دي والنتائج كويسة ما كانش حد هيقدر اقول له مودست مايلعبش النهاردة وما نشوفوش النهاردة وما يخشش في التشكيل النهاردة فايزا ان الكلام اللي كنا بنطالب بيه من فترة ان لازم حد من لجنة التقطيط او الكابتن محمود القطيب لازم يقعد نعى الراجل ده ما يسبوها لوش كده اه سايب في سايب يعني لان هو لما بييجي الدنيا بتسيب له بيلطش وبيفتي وبيقلف وبتيجي في الاخر على دماغ جمهير النادي الاهلي والنادي الاهلي يعني انت للماتش اللي فات بتاع الزمالك اعتقد الارثة كانت قوية قبل الصفر يعني ان هو فاته كتير في التشكيل والده يوم اجازة ولعب ناس في مفروض ما تلعبش لعبها وبقالها طبعا انت النهاردة مثلا يعني عشان تسبت رؤيتك فين كريم مثلا اللي انت لعب طول ماتش اللي فات فاعتقد ان ان الجلسة كانت مسمرة والنهاردة كان ممكن النادي الاهلي يخطف الفوز وفي نفس الوقت يخسر له لتقلق مصطفى شبير وانا هقول كلمة لله وللتاريخ اعتقد بقى الناس اللي كل شو هيقولك اه الشيناوي غايب الشيناوي غايب الشيناوي غايب اكسم بالله لو مكنش مصطفى شبير الفترة دي اللي هو متواجد فيها حتى لو الشيناوي كان في احسن حالاته مكنش هيقدي بالشكل اللي مصطفى شبير والتقلق اللي فيه مصطفى شبير مصطفى شبير ارده شاير تلت تجوان ملهمش حل وفي السكس يارده كانت الكرة بتتشاط على جواف احسن حالاته الشدناوي يمد ايده ويسيبها وتخش وهو تتشاط من اربعين يارده ما يقودش الخطوة ويبقى فيه استهتار وما يقودش الخطوة ويعمل التراي لأ بيقوم جاء يعمل التراي من مكانه وتقبط في يده وتخش يخرج يبوز الدنيا زي مطش سموحة وزي مطش بس عشان ان في ناس بتقدر تنجمه وتنسله غلطاته فعشان كده كان هو في حتة تانية انما اللي في حتة تانية دلوقتي بصراحة مصطفى شبير اللي شاء للنادي الاهلي من فضايح مصطفى شبير اللي يعني مخلي شكل الاهلي مكمل في افريقيا مصطفى شبير افتكروا المطشات اللي فاتت في افريقيا مصطفى شبير في المطشات اللي هنا والمطشات اللي برة بيعمل ايه ده دي كلمة التاريخ. يا ريت بس ايه نغمة الشناوي مصابق هيرجع 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 الكلام دوت يقلق الراجل اللي هو ماشي كويس قوي ومكسب النادي الاهل. طب فايه لما يجي الشناوي يورد احتياطي. لوقيت مصطفى شوبير يحصل له كابوة. نرجع للمباراة. اول دقيقة اه وسامة ابو علي كان لازم نخلص المباراة. انا ما اعرفش انا كرة زي دي بضعزة وانت في قلب الجول. يعني انا متقالي لو بقى هحطها في نفسه. ولكن الراجل ده احسن فيرود موجود في النادي الاهلي في التوقيت الحالي. مفيش كرة عالية لما اخد عامل قلق للديفنس ورايح جاي وبيتسلم وبيسلم وبيغير اتجاهاته وبيضغط وبيجري كده وبيجري كده يعني بصراحة نموذج للفرود اللي هو ماشي فينهوش بقى انه فترة في النادي الاهلي. لا برونو صافيو ولا مودست ولا يمكن هو اعلى من كعربة في حيط التلاوة اه التقاط الكرات العالية ان هو كل كرة عالية بياخدها. ودي ميزة. ويسم ان هو في فترة الاخيرة بيهدف بس كان عايز ما تشاطها على طول يعني. بعدها على طول ردة سليم. ضيع واحدة ما تضيعش. انا مش عارف يعني برضو انت مواجه لبجومة تحط بطنة رجلك في البيئة ده واخلص. انت بتشطها ليه وبتحط قوتك فيها ليه فتعلى من فوق العرض. نيجي بعد كده احمد عبدالقادر في واحدة تعملت له بس ايه لو تعملت له صح ممكن كان جاب جون. لان هي تعملت وراها في عبال مداز عليها ووقف كان الراجل غط. نروح على الجانب التاني شبير. اه دربكة والراجل ام جاي شايت وهو جاي في السيكس اليار ده انا معرفش صدها ازاي. واحدة تانية برضو اه شبير طلح. واحدة تالتة شبير طلح. فاذا اه ان الفرقة دي لا يستهان بها هنا. يعني اخلي بالكو اه انت حطيت بنسبة خمسة وسبعين في المية رجلك للنهائي بس الخمسة وعشرين في المية اللي جايين عايزين تركيز وعايزين كورة بقى احسن من هنا اه من الماضش بتاع النهار ده يعني وعايزين نشوف اداء. ليه? لان احنا عزرينك النهاردة فيه تلات اسباب تخلي النادي الالي ممكن يخسر بسهولة. وده يبقى طبيعي وده عادي. اول هام توقيت المباراة اللي هو الساعة تلاتة. فعز المعمعة. تاني هام طبيعة الجو هناك. والنقص الاكسجين والرطوبة العالية وكل الكلام ده. تالت هام الملعب لاني مش هساعد لعبة الالي في اه تنقل والكورة والاستحواز والسيطرة والكلام ده لان الملعب ترتان. سيبك بقى من الجماهير وسبك من التصوير وسبك وطبعا كل الحاجات ديت بعيدة عن الملعب. بس احنا بنقول على التلات اسباب رئيسية اللي انا شايف ان النهاردة النادي الالي تفوق فيهم على فريق مازينبي اللي هو اه الساعة تلاتة وده توقيت النادي الالي ما بلعبش فيه ابدا. وبعد كده طبيعة الجو والرطوبة والا اه نقص الاكسجين. وبعد كده ارضية الملعب اللي هي الاساس مفروض تبقى اول حاجة. بس احنا بنقول التلاتة دول اه يعني اصعب حاجة بتواجه لعب الكورة. الجو الملعب اه توقيت المباراة اللي هو بيبقى مختلف. يعني انت المرة اللي فاتت امتالي لو لعبت الساعة ستة الساعة سبعة الساعة تمانية النادي الالي بقى افضل من كده سواء في البدني او الانتشار او الاستحواز او كل الكلام. ولكن النهاردة النادي الالي عمل نتيجة كبيرة وحط رجله بنسبة خمسة وسبعين في المية في النهائي بس الخمسة وعشرين في المية دولت ان انت تيجي تخلص هنا. والفرقة دي فرقة قوية ان هي بتروح للجنب في اسرع وقت. وممكن تجيب جنب في اي وقت. فهي القطورة كلها ان ان تنزل في المباراة اللي جاية ان شاء الله اه خلص من اول ربع ساعة. خلص المباراة من اول ربع ساعة. والفرقة الافريقية عموما لما انت بتجيب فيها جون. في الاستاد هنا او في مصر. والجماهير بتاعة النادي الاهلي. بعد ما انت بتحرز الهدف شوف الدنيا بتاقتلف. فهم بقى بلعبوا بالطريقة العشوائية العباسية. اللي هو ايه عايزين يعوضوا لاني اصلا المدرب مش ميديه من هو لو ده قل في كو جون تعملوا ايه. لو ده خلفيك اتنين تعملوا ايه. فهم بيبقوا يقول لك عليه العوض بقى ده ده خلفينا جون احنا عايزين نعوض. فبيبقى فيه مساحات كتيرة. يدي فرصة للنادي الاهلي بخبراته وخبرة لعيبة وسرعة لعيبه. اللعيبة بتاعته انه هو كل هجمة مرتدة تبقى جون. هيتفتح الملعب. ولو جبت التاني والتالت هتبقى في ضيحة في اليوم ده. على العموم انا مش عايز اطول عليكم بس بقول النادي الاهلي النهاردة التلات مكاسب اللي هو اكسبهم. بقى سيبك من الاسابات بقى والكلام ده. انه هو الجه من هناك بقى اقل النتيجة اللي هو التعادل. نتيجة محترمة ونتيجة كويسة جدا. تاني هام انه هو مخسرش. تالت هام انه هو يعني بنسبة خمسة وسبعين في المية ان شاء الله في النهائي ونشوف كده اي فرقة تلعب بقى سواء الترجي او اه المهم ان النادي الاهلي جيب اقل الخسار من هناك. اه مفروض يكسب مفروض يكسب مفروض يكسب مفروض يخسر اه قموكن يخسر. له لا تقلق مصطفى شبير. فانا بصراحة النهاردة بسني على اداء اللعيبة. وبسني على زيارة الكابتن محمود القطيب اللي خلينا ما شفناش مودست. خلينا شفنا بيرسي تاوي. رجع الملعب تاني اللي كان عامل معه مشكلة عشان الناس اللي كان بتعود تتكلم وتقول لك ايه? اصل عنده تنميل في رجله اصل عنده مش عارف ايه ولما جيه صلاح اتصاب قال لك وهي بتصاب ليه? وقعت فيها ثلاث شهور. طب الراجل ده لات. اصلا اصلا عشان المشكلة اللي حصلت انه سخنه ومارضيش لعبه. ليه لتدخل محمود الخطيب ما كناش شوفنا النهاردة اكرم توفيق ما كناش شوفنا النهاردة بيرستاوي. ما كانش هيبدأ آآ آآ وسامة بعلي. وكنا شوفنا مودست. فاذا ارصت الزمالك فوقت لعبتي النادي الاهلي بعد زيارة ابتن محمود الخطيب. على عموم ده اللي كنا بنطالب بيه من فترة ما تسيبش الرجل ده لوحده لان لما بتسيب لوحده بيهبل كتير وبيفت كتير وبيقلف كتير وانا لغاية دلوقتي السنة دي ما شفتش مباراة عليها النطالة للنادي الاهلي تكيف نكور ويمكن جميع الاهلي بس الجميع الاهلي اللي هي المحترمة اللي فهم ما سيبك من اللي هم بتوع المواقع وبتوع اللجان وبتوع الصفحات والناس اللي هي بتطلع تهبل يعني انا بصراحة السنة دي ما شفتش مطش الهند الاهلي كيفني فان شاء الله نشوف بقى عودة بعد قعدة كابتل الخطيب مع الراجل ده وياريت ان كل مباراة كده يبقى فيه لفت نظر فلان ما بلعبش ليه لازم يلعب فلان ما بلعبش ليه لازم يلعب لان الراجل ما بيحبش حد يطى الله كان هو بس ودي يعني كان فيه مدربين زمان بقى الله ارحمهم كان هم اللي فيهم الميزة دي ان هم عايزين هم عشان ان انت تقول ايه فلاني فلاني بس ما تقولش بقى لالعب يعني بيرس توي يكسر الدنيا الراجل يقعده احسن الشحاتي